اشتركوا في القناة ومشتركة في تطوير التعاون الثنائي في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة وقال سعادة وزير الخارجية إن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء استقبل معالي وزير خارجية الجمهورية التركية مرحبا بزيارته لمملكة البحرين ومعربا عن تقديره للتعاون الثنائي وعلاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين مؤكدا على أهمية العمل المشترك على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات والدفع بأوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين نحو مستويات أكثر تميزا من جانبه عبر معالي السيد مولود شاوش أوغلو عن سعادته بزيارة مملكة البحرين مشيرا إلى أن المباحثات كانت إيجابية وأعرب أوغلو عن رغبته في إقامة اجتماع لجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مارس المقبل مشيدا بلقائه مع سمول العهد رئيسي مجلس الوزراء والمشاركة بالمعلومات عن رؤية الاقتصادية مؤكدا دعم الجمهورية التركية لمملكة البحرين في هذا المجال وغيرها من المجالات لقد عقدنا وأخي معاني الوزير يوم أمس جسد مباحثات مثمرة وبنان تدارسنا خلالها علاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والعمل على الاستفادة من الفرص المتاحة لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والسياحي بين البلدين الصديقين وأكدنا على ضرورة المضي في تفعيل مذكرات التفاهم المشترك الموقعة بين البلدين في العديد من المجالات الحيوية التي من شأنها تعزيز وتطوير التعاون المشترك كما تدارسنا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وتهدد أمنها واستقرارها وأكدنا على ضرورة إحلال السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وإنها كافة الصراعات الدائرة التي أضرت بمصالح شعوب المنطقة وأثرت على مسيرة التنمية والازدهار فيها أشكر أخي معاني الوزير على تلبيته الدعوة بزيارة مملكة البحرين متطلعا إلى مزيد من اللقاءات في المستقبل القريم ترجمة نانسي قنقر